اشتركوا في القناة منتخب مصر يخسر امام كرواتيا 4-2 في نهائي كأس العاصمة الودية مدرب كرواتيا يكشف عن احسن لاعب في منتخب مصر وعماد متعب يعلق على هزيمة منتخب مصر امام كرواتيا وكلر يخالف كل التوقعات في البداية ما ننسى اشتركوا في القناة وانفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد اعلن مارسي الكولر المدير الفني لفريق الكرة الاول بالنادي الاهلي قائمة الفريق لرحلة تنزانية المسافرة على متن طائرة خاصة الساعة 6 صباح الاربعاء لمواجهة سيمبا التنزاني في زهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا جاءت قائمة الاهلي مصطفى شبير وحمز علاء ومصطفى مخلوف محمد هاني واكرم توفيق وخالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم الدبيس وعلي معلول كريم فؤاد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبرسي تاو ورضا سليم وعمر السولية وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد مجدي أفشا ومودست ومحمود كهربا حيث وجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره فريق سيمبا التنزاني في مباراة زهاب دور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا والمقرر اقامتها على ملعب بن جميل مكابا في العاصمة التنزانية دار السلام الساعة 8 مساء الجمعة ان شاء الله بعد غد بإذن الله وتذاع المباراة عبر قنوات بي انسبورت الناقل الحصر لبطولة أفطال أفريقيا ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارس الكولر المدير الفني للنادي الأهلي مباراة سيمبا بتشكيل مكون من مصطفى شبير لحراسة المرمى في خط الدفاع محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول في خط الوسط مروان عاطية أحمد نبيل كوكا وعمر السولية وفي خط الهجوم رضا سليم ومحمود عبد المنعم كاربا وبرسيتاو وأنطوني مودست على الدكة البودلة وأيضا يمثل الأهلي في اجتماع الفني ان شاء الله والذي سيعقد يوم الخميس غدا بإذن الله خالد بيبو وسمير عدلي المدير الفني ويتواجد من لاعب الأهلي في صفوف المنتخب الوطني الذين كانوا مصطفى شبير ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ومروان عاطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشا الذين غادروا المنتخب عبر بعد انتهاء مباراة مصر وكرواتيا والتي خسر فيها منتخب مصر بأربعة أهداف توجهوا إلى مطار القاهرة ذلك للسفر إلى تنزاني على متن طائرة خاصة الساعة ستة صباح الأربعة وقد قرر السويسري مارسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي استبعاد أربع لاعبين أو عشر لاعبين من النادي الأهلي استبعد محمد الشناوي طبعا وياسر إبراهيم وأليو ديانج وكريم ندفد ووسام أبو علي وإمام عشور بسبب الإصابة كما تقرر استبعاد محمود الزنفلي وعمر كبال عبد الواحد بسبب عدم قيدهم أفريقيا ويغيب أيضا محمد الضاو كريستو وأحمد عبد القادر لأسباب فنية تقام المباراة إن شاء الله بعد غد الجمعة الساعة 8 مساء بعد الفطار إن شاء الله نعود إلى منتخب مصر والذي خسر أمام كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين فقد خسر منتخب مصر أمام كرواتيا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد العاصمة الإدارية في نهاي كأس عاصمة مصر الودية ليكتف الفراعين بالمركز الثاني ويتوج منتخب كرواتيا باللقب وكان منتخب مصر قد تقدم بهدف المبكر في الدقيقة الخمسة عن طريق رامي ربيعة ومستغلا أرضية محمد حمدي من الجبهة اليسرى قابلها في الشباكة قبل أن يرد منتخب كرواتيا بسلاسية عن طريق نيكولا في الدقيقة عشرين وبروني بيتوفيتش في الدقيقة ستة وخمسين وأندريج في الدقيقة سبعة وسبعين ليضيف بعدها لوفرو ماير الهدف الرابع في الدقيقة تسعة وتمانين ثم ينجح بعدها محمد عبد المنان في آخر دقيقة في الوقت الضائع ليحرز الهدف الثاني لمنتخب مصر الوطن وقد استغل مصطفى محمد تمرير بينية لينفرد بحارس مرمى كرواتيا ويسدد كرة جميلة ارتضمت بالقائم عموما كل توفيق في القادم إن شاء الله لمنتخب مصر مع حسام حسن والذي قام بعدة تغييرات والتي خسر فيها منتخب مصر وأيضا كان منتخب كرواتيا أو مندير منتخب كرواتيا جالس على دكة البودلاء بايدما حسام حسن يصرخ على ساحل الملعب أو على شاطئ الملعب ولكن خسر منتخب مصر أمام كرواتيا بالنتيجة مزلة وهي نتيجة أربعة اثنين بأقل مجهود من منتخب كرواتيا وقد كشف زالاتو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا أن محمود حسن تيرزيجيه هو أفضل لاعب في منتخب مصر حيث قال زالاتو داليتش في تصريحات فضائية على قناة On Times Board أن زيارة مصر والأهرامات هي الأفضل بالنسبة لنا لافتا أن أستاذ مصر جيد للغاية بعد أن توج منتخب كرواتيا بكأس عاصمة مصر بعد الفوز على منتخب مصر بأربعة أهداف مقابل هدفان بدون مجهود أو بمجهود سهلة وقد علق عماد متعب نجم الأهل ومنتخب مصر على هزيمة منتخب مصر أمام كرواتيا حيث قال في تصريحاته على قناة On Times Board أن لقاء مصر وكرواتيا في نهاء كأس العاصمة تجربة قوية ومفيدة لمنتخبنا لافتا أن الهزيمة أمام كرواتيا بربعية أمر طبيعي نظرا لقوة المنتخب الكرواتي وهو ينعب بكامل نجومه على رأسه لوكا مودريتش نجم ريال مدريدة حسام حسن عليه تدارك الأخطاء التي شهدتها المباراة من التمركز للتعلم منها إضافة إلى مشكلة الرقابة من اللاعبين وخاصة قلب الدفع هذه تصريحات عماد متعب بعد قصارة منتخب مصر أخيرا يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية في ذهاب ربع نهائي دور الأبطال مساء الجمعة إن شاء الله بعد غد تسعة وعشرين من مارس على ملعب بنجاميل مكابا في العاصمة التنزانية دار السلام وقد وضع كولر النقاط فوق الحروف بشأن العديد من النقاط الهامة في تشكيل الفريقة الذي كان يمثل صداعا في رأس مارسل كولر حيث استقر من جانب المدير الفني على خطوة مشاركة محمود عبد المنعم كهربا في مركز المهاجم الصريحة بدلا من أنطونيو مودستا وذلك أمن المقرر أن يكون على دكة البدلاء في هذه المباراة في النهاية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته